اشتركوا في القناة الوماضات ضوئية ولو احنا فاكرين الوماضات الضوئية كان بتطلع من اجنحتها على فترات منتظمة رقم اتنين تتواجد الخنافس المضية على اشجار نقط في تايلاند على اشجار المنجروف تلاتة ينتج الضوء نتيجة نقط يحدث داخل جسم الخنفساء ينتج الضوء نتيجة حدوث تفاعل كيميائي داخل اجسامها تستخدم الخنافس المضيئة حسة نقط للتواصل حسة البصر رفع الابهام الى اعلى نوع من انواع الشفارات اختر الاجابة الصحيحة من بين القوسين رقم واحد يستخدم الانسان حسة نقط للتواصل يطر البصر ولا السمع ولا البصر والسمع طبعا البصر والسمع رقم اتنين تستخدم عيناك نقط لجمع المعلومات يطر تستخدم ايه الضوء ولا الصوت ولا الصوت والضوء طبعا بتستخدم الضوء رقم ثلاثة يستخدم الرحالة نقط لجزب انتباه قائدي الطائرات الهيلوكوبتر لانقاذهم يطر الصوت ولا المرايا ولا الخشب طبعا يستخدم المرايا رقم اربعة الكتابة والقراءة احدى طرق التواصل عند يطر النبات هل النبات بقره ويكتب هل الحيوان بقره ويكتب طبعا لا طبعا نختار مين نختار الانسان اولا لو القدر على الكتابة والقراءة رقم خمسة كل مما يلي من امثلة الشفرات ما عادة يعني فيه واحدة غلط اشارات المرور طبعا ديت من الشفرات تعبيرات الوجه من الشفرات انما انهم طبعا ملوش علاقة بالشفرات وبالتالي نختاره ما المقصود دي الشفرة لما اجعى عرف الشفرة بول عبارة عن هي نمط له معنى ويستخدم للتواصل ونقل المعلومات عند الانسان هنحل مع بعض اسئلة الوجب او السؤال اختر الاجابة الصحيحة من بين القوسين يمكن ان تتواصل الخنافس المضيئة مع بعضها عن طريق يطرى الضوء ولا اللاعب طبعا عن طريق مين عن طريق الضوء تتواجد الخنافس المضيئة على اشجار نقاط الكبوك ولا منجروف طبعا المنجروف ودي موجودة في تايلند تستخدم الخنافس المضيئة نقاط لإطلاق ومضاد عينيها ولا أجنحتها طبعا مين أجنحتها رفع الابهام إلى أعلى أو أسفل نوع من أنواع الشفرات ولا الأضواء طبعا شفرات تعتبر نقاط نمط له معنى الشفرات ولا الأضواء الشفرات لأن تعريف الشفرة هي نمط له معنى أكمل العبارات التالية لكي تتم ترجمة الشفرة فإن نقاط لابد أن يميزها طبعا المخ يبقى نكتب هنا المخ المخ لازم يميز الشفرة اللي هي جايله رقم اتنين يستخدم الإنسان الشفرات لنقل إيه لنقل المعلومات المعلومات للتواصل عن طريق البصر نحتاج إليه نحتاج للضوء لازم نشوف الحاجة اللي هي قدامنا الضوء تستخدم الخنافس الموضية حصة نقط للتواصل فيما بينها حصة البصر 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 إحدى طرق التواصل في الإنسان عندنا طبعا زي مثال على زي الصوت الصوت عندنا كمان مثال زي كتابة أو الهاتف المحمول أو القارئ الإلكتروني اذكر مثالين للشفرات يستخدمها الإنسان في حياته اليومية عندنا أول مثال رقم واحد زي تعبيرات الوجه تعبيرات الوجه لو احنا فاكرين تعبيرات الوجه طبعا دي بيتدل إذا كان الإنسان سعيد أو غضبان دي أول حاجة عندنا الحاجة التانية كتابة لبقى رقم اتنين الكتابة الكتابة طبعا زي ما احنا عارفين ترتيب الحروف وطبعا ده بيحمل معنى ونقل إيه للمعلومات عندنا كمان من ضن اللي هي الشفرات اللي بيستخدمها الإنسان عندنا الأصوات والموسيقى وطبعا دي بتستخدم في إرسال الرسائل كمان من ضن الشفرات اللي هي اللغة وده تعبارة عن شفرة في صورة أصوات لنقل المعلومات أي حاجة من دول صح يبقى هنا ممكن أكتب حاجة من الأربعة أول حاجة اللي هي تعبيرات الوجه الحاجة التانية الكتابة الحاجة التالتة الأصوات والموسيقى الحاجة الرابعة اللغة هنحلم على بعض الاختبار الأول أجيب عن الأسئلة التالية رقم واحد أكمل العبارة التالية تستخدم الخنافس المضيئة مقاط لإطلاق ومضاط ضوء طبعاً تستخدم أجنحتها أجنحتها رقم اثنين اكتب ما تدل علي العبارة التالية نمط له معنى الشفرة أو الشفرات الشفرات حدد السبب العلمي تصدر الخنافس وميد ضوئي الإجابة للتواصل فيما بينها حيث تستخدم حاسة البصر لرؤية الومضات التي تحذر من الحيوانات المفترسة أو تجذب الجنس الآخر من أجل التقاصر ماذا يحدث لو لم يوجد لدى الرحالة ما رأي الإجابة؟ عدم جذب انتباه قائدي الطائرات الهيلوكوبتر لإنقاذهم وضح كيف تتواصل الخفافيش فيما بينه المفروض هنا كان يقول لي كيف وضح كيف تتواصل الخنافس المضيئة خلي بالنا طبعا السؤال كده مكتوب غلط فهنا لو هو طالب مني كده نفس السؤال هقول له عن طريق صدى الصوت الذي يعتمد على حاسة السمع طيب هنفترض لهو كان بيكلمني عن السؤال غلط يعني لو قال لي وضح كيف تتواصل الخنافس المضيئة فيما بينها هقول له الإجابة تتواصل الخنافس المضيئة فيما بينها بإطلاق ومضات ضوئية من أجنحتها على فترات منتظمة من أجل أو الحاجة التحذير من قدوم حيوانات مفترسة الحاجة الثانية جذب الجنس الآخر من أجل التقاصر الاختبار الثاني أكمل العبارة التالية من أمثلة الشفارات عندنا طبعا كذا مثال أول حاجة اللي هي تعبيرات الوجه تعبيرات الوجه وطبعا دي بيتدل على سعادة الإنسان أو غضبه عندنا مثال تاني زي أدواء المنارات الحاجة التالتة عندنا اللغة الحاجة الرابعة الكتابة الحاجة الخمسة الأصوات والموسيقى كل ده من أمثلة الشفارات يكتب ما تدل عليه العبارة التالية حيوانات تتواصل فيما بينها عن طريق الوميد الخنافس المضيئة حدد السواب العلمي يستخدم الإنسان في بعض الأحيان الشفارات الإجابة للتواصل ونقل المعلومات عند الإنسان ماذا يحدث له لم يكون لشفارات معنى لو هي ملهاش معنى إيه اللي في الحالة دي اللي لا يحصل الإجابة لن يفهمها المرسل والمستقبل وضح مثالا للتكيف السلوكي في الخنافس المضيئة الإجابة قد تغير الخنافس المضيئة النمط الذي تغمط به إذا كان هناك مجموعة خنافس مضيئة أخرى بالقرب منها حيث تقلد نمط المجموعة الأخرى لتتواصل معها الاختبار الثالث أكمل العبارة التالية توجد الخنافس المضيئة على أشجار المنجروف وطبعا ديات موجودة في تايلند أكتب ما تدل علي العبارة التالية رفع الإبهام إلى أعلى أو خفضه إلى أسفل طبعا ديات عبارة عن الشفارات حدد السبب العلمي الشفارات هامة جدا في حياة الإنسان الإجابة للتواصل ونقل المعلومات عند الإنسان ماذا يحدث له لم تصدر الخنافس ومضات مضيئة الإجابة لن تتمكن من التحذير من قدوم حيوانات مفترسة دي رقم واحد الحاجة الثانية عدم جذب الجنس الآخر من أجل التقاصر السؤال الخامس اذكر فائدة واحدة للوعمضات التي تصدرها الخنافس المضيئة رقم واحد أول حاجة التحذير من قدوم حيوانات مفترسة رقم اتنين وعاوز حاجة واحدة عموما يعني هنقول الثانية بحيث لو ننسينا واحدة نفتكر الثانية جذب الجنس الآخر من أجل التقاصر يا ربي بتوفيه للجميع ونجيب الدرجات النقائية كان معكم مستر طارق وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قدمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر